أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الهجرة كقناة اتصال وطنية مع أبناء مصر في الخارج لاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم والتفاعل معها جاد لك خلال لقاء مدبولي مع وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهج جندي لمتابعة عدد من ملفات العمل وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة الدولة للهجرة أبرز نتائج الجولة الناجحة التي قامت بها على مستوى عدد من الدول العربية والأوروبية والتي كان لها نتائج في هذا الحضور اللافت خلال إجراء الانتخابة الرئاسية في الخارج كما طرحت الوزيرة خلال الاجتماع مقترحة آلية مركزية لتدريب الكوادر المختلفة وتأهيلها للعمل بالخارج تحت مسمى المركز الأقليمي للهجرة وفي هذا الإطار وجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اتماع بحضور الوزراء المعنية لمناقشة هذا المقترح الذي يسهم في تصدير العملة المصرية عبر آلية واضحة